مرحبا سألها يا أخت نصيرة مساء الخير عليكم انت غلطان يا صحفي محمد راضي الليل اللي كنت تشتغل بالتلفزيون أنا يا زليخة من حي الدار البيضاء من حي سيدي مومن نسكن بيت يعني بيت ديالي مليح مطلة على بيوت قصديرية من الصفيح الجميل وفيه رائحة جيدة لأن الناس ما عندهمش طواليت ماء ولكن رايح تتحسن الأمور إن شاء الله وأنا حبيت يعني أعطيك الدليل أن الصحراء كانت مغربية قبل 75 وهو أنه كان واحد اسمه ماء الوذنين وماء الوذنين هذا كان شيخ كبير يعني في الصحراء الغربية كان عايش هكي كفرمل وعنده عنده يعني الخيم مشي بعدها فرمل هكي وكان عنده بنته وجوّجها للسلطان للسلطان تجوّجها للسلطان وهم يعني كانوا مسيحيين منين عدل العرس؟ منين عدل العرس؟ قسمه الطريق هي اللي جابت له العفش يعني مثل عنده كانت مسيحية هو تزوج مسيحية أصلا في الإسلام الراجل هو اللي يعطي المهر ولكن عند المسيحيين لما تتزوج البنت تجيب معه الأراضي وجبت لنا الأراضي الحمد للجل هذا الشيء علي أصبحت الصحراء الغربية ديالنا لأن منت ماء الوذنين هي التي أدت مهر الصحراء إلى المغرب جوابنا والمهزلة الخضراء كانت فقط مهزلة الخضراء التي وصلت إلى الطاحة كانت فقط يعني كنا نريد أن نبرهن أننا نستطيع أن نجمع الناس وأن نجندهم كانت فقط هكذا يعني فقط ما شاء الله المهزلة الخضراء الحمد لله لي رجعتوا من الطاحة مالو كنتمشيتوا لهيلي تحروا حتى موريتان دخلوا عليه موريتان والسينيقال لا لما كنا تم الفطاح أعطونا برك طريف خبز هاكا يبس مين وخلاص هذا عددتوا البغرير أعطوكم الوقت باش تعدوا البغرير عملنا البغرير ولكن خلاصلنا الطحين خلاص الطحين أسموه أعدلوا البغرير بالراملة ما عرفناش حناية ما كانوش صحراوين ما عرك عليكم بالرب راي تصلح حتى هي راي تصلح لا خلطوا معها المقويل شوي والملح راي تصلح حتى والله أنا إن عجبوني يقولون لك تزوجت تزوجت يعني جابوا هاك يقول المسيحيين بس كل المسيحيين المسيحيين لما تتزوج المرأة تجد معها لعب دور يعطيها الأرض هذيك يأخذها الزوج ديال عنده ما تتزوجت يعني بالمو كيفاش يقولون الأوكازيون كربلي كانت يعني عادة في بحر الأبيض المتوسط يعني يعني ولكن لما جاء الإسلام ليست المرأة هي التي تأخذ المهر لرجل الرجل هو الذي يعطي المهر ما تيسر للمرأة وهذه حكاية أنه تجوج من بنت ماء المدنين خناثة بنت بكار والسحراء الغربية كعش لا خناثة بنت بكار بالمناسبة أرأس ما خناثة بنت بكار خناثة بنت بكار تعرفي هذه خناثة بن بكار في 2016 قامت المخابرات المغربية بكتابة رسالة سماوها رسالة تبرع زاوية الليلي من محمد راضي الليلي لأنه يسب محمد السادس هذا الشراء ما زلت فهم وعطاوها لجابوا جمعة البشرية من الأقارب وفرضوا عليهم على أنهم جمعوا في دار وجابوا لهم الصحافة وقال لهم تقرأوا وكانت خناثة بنت بكار وتزوجت خناثة بنت بكار ونسبنا يعود إلى خناثة بنت بكار وبالتالي فإننا نتبرع من إيساء التي يقدمها محمد راضي الليلي لمحمد السادس وصاحب الدجاجة وقال صاحب الدجاجة وفعل صاحب الدجاجة هل تعرف هذه الستوانة اللي راهية؟ كانت مسيحية هذه خناثة بنت بكار والله ما أنا أعرف كيف كانت؟ هل كيف جبت الأرض لزوجها؟ لا أعرف هي خناثة بنت بكار كيف الكارطة؟ يعني تصلح لأي يعطيها العياشة يعطيها لهذا حتى هم يهاجموا فلان والله هل تعرف أن المخزن المسكين بليد؟ وحتى يعني متأكدين أنهم راحين يقعدوا في الصحراء الغربية ونحن لا أعلم أن نذكرهم أن فرنسا بقيت 132 سنة ماشي قعدة 132 سنة قعدة ماشي خبسين سنة ماشي والعثمانيين قعدوا أكثر في اليونان وفي الأخير خرجوهم اليونانيين يعني الحق يقال لما يكون شعب لا يريد حكم فيأتي يوم ويطرده خارج حدوده الحمد لله يعني أن أن هذه الأمور يعني تحققت للبلدان التي أخذت استقلالها وانظر كم بقيت بريطانيا في إيرلندا سبعمائة عامة وفي الأخير خرجت سبعمائة سنة ومن تعلم تعلم ومن لا يتعلم من يتعلم يدفع ثمن كبير يتعلم كما نقول كما نقول إحنا العبد بالغمزة والحمار بالدرسة أكيد أكيد جزاك الله نتمنى لكم إن شاء الله يا ربي تفنوا بسرعة ومن العام الجاي إن شاء الله العيد تقضيوها في العيون إن شاء الله يا ربي كل شيء قريب عند الله سبحانه وتعالى ونتمنى لك يعني توفيق لكل الأحرار اللي رهم يكفوا على قضية شعب مظلوم حتى أنت إن شاء الله الله ومع السلامة مع السلامة لديكو سرق مرحبو الله سلام سلام ورحمة السلام